أكد وزير الخارجية سامح شكري أنه يجب التركيز الآن على إنهاء الصراع الحالي ومعاناة المدنيين في غزة وخلال جلسة حوارية مع مراسل الصحف ووكلات الأنباء والقنوات الإخبارية الأجنبية المعتمدة في مصر لشرح جهود مصر لاحتواء الأزمة في قطاع غزة وعرض مختلف عناصر الموقف المصري شدد شكري على أن الضفة الغربية وغزة هما وحدة متكاملة من الأراضي الفلسطينية لا تتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة وأضاف شكري أن منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد لفلسطين هي من الناحية القانونية المسؤولة عن إدارة الأراضي الفلسطينية المحتلة وأنه يجب العمل على توفير المساعدات بالكمية اللازمة والاحتياجات لحوالي 2.1 مليون مواطن يعانون معاناة شديدة في هذه الأوقات بسبب عدم وجود احتياجاتهم الأساسية وطبية